خلفت الرياح القوية التي هبت على مختلف مناطق العاصمة حالة من الذعر تسببت في بعض الخسائر المادية خاصة بمنطقة شوفالي وأدى سقوط شجرة إلى تحطيم كامل لحافلة نقل حضري ولحسن الحظ أن الحافلة تاوية لمؤسسة النقل الحضري يتيزة كانت في حالة توقف في موقف الحافلات لكن الحادث أدى إلى غلق كلي لحركة المرور بشريع الرئيس والطريق المؤدي إلى دال إبراهيم وابن مسوس وببلدية بلوزداد خلف انهيار سوري عمارة قديمة بقلب الحياة الشعبية أضرارا جسيمة في عدد من المركبات بفعل قوة الرياح هذه صارت جويل حدا شاكدكتا حدا شتع النهار يا أخوانا كي جيت بونقيتا نكتم قاريلا هنا قدم هذه أنا وش رح لي رح لي الباب قاعد كرفوس رحوا لي لي دوزال بواتكاس مشيق الباركينغ خاص ولا باركينغ عدام موتوريزي معند البلدية معند المير يدوك نورمال مولمير هو اللي يتحمل المسؤولية خط هذا باين لك انت يا مير تنتقل نطوريزاسيان وطع باركينغ يا أخي يا أخو يا أخو يا العزيز على أساس نورمال مولمال باركينغ هذا يا مالبالي شناية كان شوروت كان أولا لا لا كيف هاداك شوفه يا أخو الصور هذا يشحنهم يكتبونه يديرون للي رابور ما رجعش وبالك نطلب تعويض يا أخو هاي لأبرف هاي لك الصور موقت لستعمار بني هذا موقت لستعمار هاو جرح ليم طيحوا هاي الكاريتا كي ما راكم تشوفو ايه ومزيلي ما تحت عن ناس ايه فيك الفايف يندرالي صغاريقا ايه ما زيني قاطع تحتاليهم مش كونه حي يتضرر يتضرر للشعب اشتركوا في القناة